طيب نعمل ايه عشان يكون عندنا مهارة التوافق على الادوار الزواجية لان واضح المسألة دي مهمة اوي هناك ادوار متفق عليها ان هي من ادوار للمرأة مثل الادارة انا بسميها كده اسمعوا مني التعبير ده وحاولوا تجعلوه في قلوبكم وفي بيوتكم حاجة اسمعها الادارة الجمالية للمنزل المرأة لما بتنظف المنزل او بتعمل كده في المنزل دي بتجمله فلازم لما تعمله تعمله بنكهة الجمال وهو لو ساعدها برضو يساعدها بنكهة الجمالية بقى الادارة الجمالية للمنزل دي مسؤولة المرأة والحفاظ على الموارد المنزلية اللي هو الاقتصاد اللي جوز منها الاقتصاد المنزلي متفقين ان هو من ادوار المرأة والراجل لو عمل الدور ده بيخربه واحنا ما عارفين كده التجربة بتقول كده وهناك ادوار متفق عليها انها ادوار للرجل مثل الانفاق وحماية المنزل من المخاطر ما ينفعش فيه واحد داخل يتعدى على البيت وقيل الوستة هي اللي تطلع له وتقابله لا خالص ده دور من ادوار الرجالة وهناك ادوار بيتم التوافق عليها ما بين الزوجين مثل ما يتعلق بالتواصل مع الاهل والاصدقاء احنا ننتفق مين هيتواصل وعيعمل ايه ننتفق مع بعض اول حاجة لازم نعرف ان الادوار ما بين الزوجين بتتقسم وفق ثلاث ثلاث صفات لما نيجي بقى هنتوافق بقى على الادوار ازاي اللي هيقوم بالتواصل مع الاهل والاصدقاء او اللي هيستقبل الاهل والاصدقاء او اللي هيعمل ده يعمله لو هو فيه كم صفات ثلاث صفات ايه الصفة الاولانية انه يكون عنده اتصال ملهم لما يتواصل مع الناس يدي لهم احساس بان البيت بيتهم كده اتصال ملهم وهو كمان يقدر يلهم زكته بان احنا بنعمل حاجة خير وصدقة وجمال وفضل فتحس كده ان هي بتعمل بتستقبل الناس او هي بتتواصل مع الناس او بتعمل ده بتعمل الكلام ده بسعادة الحاجة التانية التغاضي الاريحي يعني لو حصل حاجة ولو حصل خطأ يتجاوز ولذلك سيدنا انس ابن مارك بيقول انه خدم رسول الله عشر سنين فلم يقل لشيء فعلته لما فعلته ولشيء انتركته لما انتركته بالمناسبة القصة المشهورة اولا من رسول الله عليه وسلم سأل ستنا مؤيمن عن السيدة عائشة قالت له لا اعلم عنها الا كل خير الا انها تنام حتى يأتي الداجن فيأكل عجينها يعني ايه اللي حاصل فيه خطأ منزل بتعمله السيدة عائشة وما سمعناش ان حضرة النبي لقال ما باله اقوام ينامون حتى يأتي الداجن وااكلوا ما حصلش يبقى حضرة النبي عمل ايه قال على عندكم منطعام قالوا لا ما والداجن اكلته قال اذا اني صائم يا سلام على التغاضي فلازم يبقى فيه تغاضي على الريح فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقف على الحاجات الصغيرة ما كانش يقف على الوحدة وليزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وشوف عشرته كانت ازاي الحاجة التالتة بقى بعد التغاضي على الريح الطموح الشامخ لما حد ييجي يعمل حاجة يعمل دور ما يعملوش كده اي حاجة لا يعمله ويخلي الدور دوت عظيم ويقدم قيمة اضافية وينفع البيت ويخلي البيت في غاية الرقي ويطوره اذا كل دور من الادوار الموجودة في الزواج وفي ادارة البيت لازم يقوم بيها يكون عنده التلات صفات دول سواء الادوار الخاصة بالراجل او الادوار اللي هيتفقوا عليها لازم يكون فيها التلات صفات دول اول صفة لازم يكون الشخص دوت عنده ايه عنده اتصال ملهم الصفة التانية لازم يكون عنده اغضاء اريح الصفة التالتة لازم يكون عنده طموح شامخ وأمال واسع عشان البيت ما يبقاش هو بيقوم بالدور ده البيت يقع فكل الأدوار دي اتفقنا على أنها لازم يكون فيها الصفات الثلاثة دي طيب لما يكون الصفات الثلاثة فيها ايه الدور يبقى دور حقيقي ويبقى قيمة مضافة على فكرة ومش ضروري يكون الشخص ده دايماً الزوج أو الزوجة ممكن الأدوار نتبادلها نتبادلها حسب الحاجة وممكن يكون مع الزوج وبعضها مع الزوجة وده على حسب أن مين عنده الثلاثة صفات دور فالدور يبقى فيه أحسن أحواله ويمكن دوت يكون أحد التفسيرات لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ما هو إيه اللي حاصل الثلاثة الصفات دي تلو فيها تقوم بالدور ولو فيه يقوم بالدور وعشان كده لو إحنا عندنا التوافق على الأدوار ده عنا نتخلص من أهم مشكلتين بيقابلونا في أول الجواز ايه أهم مشكلتين ومشكلة الأولى من القائد مين اللي يسوق والمشكلة التانية من المعيار فساعتها مش يبقى عندنا مشكلة لأن مين القائد اللي فيه تلاث صفات دولة تو ومين المعيار اتخلصنا من الجزء الأولاني في مين المعيار بس يبقى المعيار بقى احنا مثلا وإحنا بتتكلم على مين مدارس الأولاد وعلاقتنا بالأصدقاء وكمل عزومات بتاعت البيت عنا توسع فيها ولا عنا ضيق ولا نعمل ايه فسؤال مين المعيار ده هيتوزن البيت بيه لو جاوبنا عليه صح طب مين المعيار بقى الاجابة عليها إن المعيار لا الزوج ولا الزوجة ازاي بقى THOM ما هي جايه بالقيم بقيم من بيتها ما متربية وما جايه من قيم من بيته ما متربي اقول لكم بس ببساطة لو تغيرت ترتيب القيم بينهم هتبقى فيه أزمة طب الحل هو ايه ان فيه تلات قيم بتحكمنا التلات قيم اللي بتحكمنا هي ايه هي القيم التلاتة العليا وهي القيم التلاتة الأساسية اللي بتتضبط البيت ايه هي الرحمة والخير والجمال نيبقى نعمل ايه لما نيجي نتفق على حاجة نتفق ايه نيبقى ناخد الحاجة الاكثر رحمة والاكثر خيرا والاكثر جمالا فمثلا استثمار موارد البيت بتكون الزوجة لها معرفة اكثر باحتياجات البيت وعندها قدرة على معرفة الاسهار المناسبة والاماكن اللي ممكن تشتري منها احتياجاتها بجودة كويسة وبأسعار مناسبة واحنا عارفين قدرة المرأة على الفصل مع البيعين يعني اي بيع يحب يبيع للرجال ويتعب من البيع للستات بس على فكرة هو فعلا عارف ان الست اللي بتفاصلها تشتري يبقى ايه اللي حاصل يبقى الاكثر خير للبيت والاكثر رحمة للبيت والاكثر جمال للبيت ان هي في بعض الحاجات المتعلقة بالاقتصاد كل المرأة فيما يتعلق بالبيت وبالنسبة الزوج فممكن يكون عنده خبرة في العلاقات ويكون ليه نظرة وقدرة على التعامل مع انماط الشخصيات المختلفة وعلى فكرة والستة كتير قوي قوي ما بتحبش تاخد القرار يعني فكرة ان الستة عايزة تلغي دور الراجل دي قليل من الستات الغير متزنات اللي بتحب ده ده اكتر حاجة بتستمتع بيها الزوجة في كتير من الاحيين ان قرارات ما تحبش تاخدها فيه قرارات ما تحبش تاخدها وتفضل متحيارة فيها احنا هنعمل ايه بالفلوس اللي احنا مدخرنا هنحطها في ايه هيبقى عندها احساس بس هي طول الوقت خايفة لو حطناها هنا نخسر فمهارة توزيع الادوار لها خطوات لازم نقوم بيها عشان نقدر نعملها عشان الزوج يقدر يقوم بادواره وزوجته تتقبل ده منه لازم يكون الزوج فيه سبعة هنا بقى هنقول بقى الصفات الادوار اللي هيقوم بيها الزوج فتقبل الزوجة منه القيام بادواره اول حاجة احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن ده ان الزوج يكون ساعي يكون بيكتسب ما يكونش عاطر تاني حاجة الزوجه يكون حامي بيحمي الزوجة حتى بيحمي الزوجة من نفسه ومن عصبيته ومين كمان رعونته تالت حاجة الزوجه يكون راعي يعني ايه الزوجه يكون راعي بيرعاها بيخاف بيحاول يقالها اللي يريحها تالت حاجة رابع حاجة ان الزوجه يكون حمال بيشيل وست ما بتحبش خالص الشخص اللي يشيلها لكن بتحب الشخص اللي يشيل كمان بتحب الزوج الفخور انه يكون فخور بيها رقم خمسة وبتحب الزوج الكمان الغيور عليها رقم ستة وبتحب الزوج اللي يقود ولكن بحكمة السبع صفات دي الشخص لو هو متوفرة فيه الزوجة يعني مش هتتنزع معهم في الأدوار بتحبه هي عشقاه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل الصفات دي احنا اخدناها من شخص حضرة النبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مخلي بيته وكان حضرة النبي كل ما يجينه ما لينفقه على أهل وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لأهله كل ما يحبه بيجي إيه اللي حاصل لدرجة إنه هو يعمل إيه لما يجي حاجة كان أكل كان بتحبه السيدة خديجة يطلب إن صحبتها تيكي تاكل معاه فهما شايفينه وكان بينفق في حيث بما وسع الله سبحانه وتعالى عليه وكانت بقى السفات الأخرى موجودة في حضرة النبي طب والست تباً